الانديا الافريقية كممثل الانديا التونسية هو والسيد يوسف العلمي زادة رئيس النادي افريقي وهو الحفل الذي ستحتضينه القاهرة اه بحضور عدد كبير من الشخصيات المهمة ولا رأسهم رئيس الكاف فاتريس موتسي بي وعدد مرؤساء الانديا الافريقية سي سالح يوسف العلمي وحمدي المدب هما باش يمثلوا كورة القدم التونسية في هذا الملتقى اللي طالب به رئيس الاتحاد الافريقي لكورة القدم والله هو تكريم الرؤساء الانديا الكل باش نبدأ في شخصي حمدي وسيوسف بالضبط ماش ما نقولوشي خطر كلهم رؤساء يمثلوا عنديتهم ومثلوا وقاعدين اجتاد ودوانسا من اختار الاتحاد الافريقي زوز اسامي تعزوز من اكبر ناكرو من اكبر النوادي وعرقهم في تونس لكن هذيا رغم هما ماشيين يمثلوا رؤساء النوادي التونسي هنا سمحني مش تمشي تمثل نوادي التونسية لزميران اي ناوبوك النوادي التونسية انت اختارتك الكاف رو اي دعوة الكاف انت هما ندوك على اساس معناها ربريزانتهم تعال نوادي التونسية وتنوب النوادي التونسية نوادي التونسية يجب ان تنوبك اختارك لكن انت هنا ماذا بنا نفهم من وقايسة اللي وقع عليها الاختيار للرؤساء المزوط هذا اللي هو سل ربما وجهه اللي طوال ربما وجهه سيعة ثمان جنيح ربما ما اسمعني توقيت اللي معنيه بالمسابقات القرية دي رو سي سالح تارش قلك سي لطفي وانتي دي ما تحب لا بد يستلعب حمل همامي انتنا سي شخص دو تحياتنا لسي محايا سي حمل همامي سي سالح تابتي قلك رأي لي ماج بهي كيل افريك يحضر سي حمدي وسي يوسف مثلا اكيد كان وصلي سي عفو باهي لي ماج مش انتي قتلي يستنى التفويض للي ماشي جاي ماشي للدار هو قال يمثل الانديا التونسية يمثل الانديا شي بوركوبا يمثل الانديا تونسية انتي كتايش في روسيا ولا تايش في بلاد تمثل تونس سي الليماج دولة تونسية يمثل الانديا اللي تمثل الكورت القدم التونسية في المسابقات القرية وانا همش نزيدو حاجة اخرى انا مثلا كانت قولي غدوة بربي اختار انا كانت قولي نحط رقم واحد سيد عثمان جنيح حكم خبرتو الطويلة حكم كارييرو كملاعبي كرئيس ورئيس واختلقوا الرئيس بالحق سيد عثمان جنيح بكلمة رئيس يستهلم مش نرميله في الورد يعرف عليك تيبيت وعليقة جيدة ومنحترم الراجل لانه من المناظلين الكبار في كرد قدم التوصية وراه غدوة مثلا في اجتماع كما هك انا نحبذ ذو كان مثلا سيد عثمان جنيح مش نحبذ ماذا بي يكون موجود بون مرة دي الدعوة تواجهة الرئيس الانديا الفريقي هذي اختيارات تاع الكاف اللي استدعي احلمان مش نحكمو فيه انا غدوة لو كانت جيني تقولي مش غدوة مش تختار مش تصوت شكون مش مثل تونس هو مو كلهم سي سالحي الاسوسياشيون هذي اللي مش تسير شني اهدافه وشني غاياته وشني ما نقوله هو سي سالح هو رو فم حافل متاع الكاف في حاجات تخليه لا لا لس دعوة مقوع مناسبة تكوين الاسوسياشيون دي كلوب الاسوسياشيون انا دي كلوب الاسوسياشيون معناها بشيكون موجود هو سيوسف العلمي معناها تبارك الله إسبرانس كلوب أفريكا معناه دون لمن دون انتين نسكول تعرفوا ستنمان دو بار بايي ولي كانوا هو ما اللي مشاو سمعني فما عامل واحد اخر يجبنا ننقرو به هو هل من أجله صارت اللمة هذية قاعدين يختمو لها بارش الكاس هذية الرابطة والباس الخدمة بتاعهم يلوجوا في الاندية وهذه قاعدوها حتى الممولين قطر هي شكون مولا مشكون مولا من السعودية ما هي الكاس هذية انا الكاس هذية انا الكاس الاخرانية اللي تلاعب سمحني صالك سلام اولا اللي نحكي وعليتاو ما عندوش علاقة بالسوبرليك اللي سارت السوبرليك اللي سارت سبونسور برنسيبال متاعها شركة ايطالية ديجا جبدت الروحة داري ارمون من السوبرليك ووقوع مع النقاش مشتنحاها من الكاف مشتل هي تنظمها لفعل انا فما بارش خلال في التنظيم بتاعها وسا ووناه والكوز برنسي لا 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 ايطالية زيت اخذ معلوماتك وخوش خلاك حاتو مواتسيبي السويد افريكا معناها كي مش اتهمو بفعل كي تقول انتي سلم الكوب لل من مولودي سانداوس ولهذا جبدو رواحهم واوتاو اقرأوهم قالوا اوكي نظموها المرة جاية لكن توتال مو عن دموما مش يدخلوا الكاف كسورة لكن نحكيو عليها هي الكرياسيان دون اسوسيازيان دي كلوب افريكا معنداش بالسوبرليك رأي ادي حاجة اخرى واضح خنت عداولي الموضوع الان